قام سيادة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن بزيارة إلى مكتب فضائية نورسات بعمان رافقوا فيها الإرشمندريت الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقف العام للروم الكاثوليك والأب بولو سبقاعين كاهنوا كنسة الروم الكاثوليك في الكرك والأب جور شرايح راعي كنسة ماريلياس بمرج الحمام بهدف الاطلاع على نشاطات المكتب والتغطيات التي يعمل عليها سواء كنسية أو محلية معبرا سيادته عن شكره العميق لمكتب نورسات وطاقم العمل لما يبذله من جهد لخدمة الكنيسة ونقل البشارة المسيحية لكل المعمورة وبدورها قدمت مديرة المكتب الدكتورة باسم السمعان شرحا وافيا عن مجمل الفعاليات التي ينجزها ويقدمها المكتب لمشاهدي الفضائية في معظم دول العالم وخاصة الأردن اتشرفنا صباح اليوم برفقة أبونا بسام شعاتيت النايب العام أبونا بولوس بقعين وأبونا جورج بزيارة لمكتب نورسات في الأردن ولتعينا مع الدكتورة باسم سمعان ومع كل العاملين بهذا المكتب بحب أشكر به النهار التلفزيون المسيحي اللي عبين أقول البشارة إلى كل الموجودين في بيوتهم وإلى كل العالم شكر خاص للقيمين على هذا المكتب لسيهم الدكتورة باسم سمعان ولكل العاملين بهذه المحطة لأنه عبيرزلوا كل جهد حتى يطالوا كل الرعاية معظم الرعاية في أطراف المملكة الأردنية الهاشمية حتى ينقلوا البشارة المسيحية لمختلف الأشخاص الموجودين في بيوتهم حتى يعيشوا هذه المناسبة الدنية كمان شكر خاص لهذه المحطة لأنه من وقت اللي سلطة على الأردن حبوا أن يرفقوني بالاحتفالات في معظم الرعاية اللي زرتها وفي معظم المناسبات اللي عم بتتم في المطراني للشبيبي للكشافي للأخوية إذن بأسم كل الناشطين في مطرانية الروم الكاتوليك في الأردن شكر خاص لمحطة نورسات للدكتورة باسم سمعان ولكل العاملين فيها على ما بذلوه وما سيفذلوه من أجل نقل البشارة المسيحية لأطراف المعمورة شكرا جزيلا